عن مشروع البرلمان الإلكتروني وهدفه تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس عمد أمسمير عدن الهرس والتفاصيل لم يعد لممثلي الأمة أذنى عائق في تتبع أشغال مجلس النواب خلال الاجتماعات أو أثناء تنقلهم بين القاعات وبين مقر مجلس النواب تصفح اللوحات الإلكترونية تسمح لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في الحصول على الوثائق والمعلومات الخاصة بالعمل البرلماني اللوحة الإلكترونية فيها مجموعة من التطبيقات أولا تمكن من الولوج إلى من هذه الأنظمة المعلومات التي تحدثنا عنها والأرشيف مجلس النواب تمكن من الولوج إلى بطريقة آمنة يمكن البحث عن تقارير الليجان عن الأسئلة الكتابية والشفاهية عن كل ما يتعلق بالعمل البرلماني منذ إنشاء البرلمان هنا تم إحداث مقر جديد لحفظ الأرشيف والذاكرة البرلمانية التي تتجاوز خمسين سنة فحسب المعايير الدولية تم رقمنة ما يزيد عن 2.5 مليون صفحة من الوثائق وفي سابقة عن المستوى الافريقي استطاع مجلس النواب أن ينجز بمعاية خبرات وطنية نظاما للإستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجهازات العمومية وغيرها والذي يمكن من التعرف الآلي على الكلام المتداول في الاجتماعات بعد عملية صحيح التي يقوم بها الطاقم لعملية تفغير المحاضر بعد هذه العملية نقوم بنشر محضر الجلسات العامة على شكل عادد بالجريدة الرسمية لمجلس النواب نظام التدبير الإلكتروني للوثائق يسمح بتخزين الأرشيف والتبادل الآمن للوثائق بين مختلف المصالح واللجان والفرق النيابية هذه المشاريع مكنت من الحد من استعمال الورق بحوالي 90% في هذا الإطار ترمي إنجاز عدد من الأوراش التي أصبحت لديها اليوم إشعاع كبير ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى العربي والإفريقي وحتى على المستوى الدولي بحيث البرلمان المغربي مجلس نواب المجلس نواب المملكة المغربية يعتبر اليوم من المجالس ومن البرلمانات نموذجية نموذجية حسب الاتحاد البرلماني الدولي في مجال إعمال وتفعيل البرلمان الإلكتروني مجلس النواب يوفر أيضا للنواب والنائبات بطاقة إلكترونية خاصة بالجلسات العامة تتيح إثبات الحضور وتعريف المتدخل في الجلسة والتصويت الإلكتروني مجلس النواب يوفر إذن مختلف التجهيزات المعلوماتية الضرورية لتعزيز قدراته في ممارسة صلاحياته انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات البرلمانية الجيدة في شأن البرلماني دائما نظم مجلس النواب يوما دراسيا تناول موضوع مراقبة المالية العامة من طرف البرلمانات في الموضوع